جسد واحد بأربعة رؤوس هذا ما يصدق تماما على تنظيم الأخوان هذه الأيام وهو ما يشي فعلا بحتمية تفككه على المدى المنظور ففي البداية انقسم التنظيم إلى جبهتين الأولى في اسطنبول بقيادة محمود حسين والثانية في لندن بقيادة محي الزايد الذي تولى القيادة خلفا لابراهيم مونير وما هي إلا أشهر بعد وفاة زعيم جبهة لندن حتى ظهرت جبهة ثالثة تحت اسم تيار التغيير متخذة من تركيا مقرا لها ومركزا لنشاطاتها وعلى ما يبدو أن تيارا جديدا داخل التنظيم في طور الاستعداد للخروج وبذلك تصبح جبهة رابعة هذه المرة تحديدا من داخل جبهة لندن هذا التيار المكون أغلبه من الشباب طالب قيادة جبهة لندن بتنفيذ عدة مطالب لضمان عودة الجماعة لسابق عهدها أغربها تكوين فريق مخابرات لحماية القيادات ومراقبة أفعال النظام المصري ومحاصرته في الداخل والخارج على حد قولهم ونصحت بإعادة كل الإخوان المفصولين منذ العام 2013 لصفوف التنظيم والعمل على إخراج المعتقلين من السجون المصرية كما ركزت مطالبهم على الجانب المالي الذي حامت حوله شكوك كثيرة ودعت لحصر أموال التنظيم بما لا يدع مجالا لإداعها مع أفراد بعينهم وتخللت المطالب الموجهة إلى رئيس الجبهة صلاح عبد الحق تهديدات بإبعاد هذه القيادات ما لم يجري تنفيذ مطالبهم كذلك شددوا على تأسيس مجلس شورى مستقل عن الإرشاد له حق المراقبة والمحاسبة للمكتب ومراجعته وتقويمه هذه المطالب ينظر إليها أو ينظر إليها مراقبون على أنها مطالب تعجيزية قد تنظر بانشقاق جديد ومؤكد داخل جبهة لندن مثل ما حدث في جبهة إسطنبول وعلى ما يبدو أن الانشقاق الحاصل سيمتد ويتوسع وهو مراؤه البعض بأنه مقدمة لانهيار التنظيم بشكل عام